أمينة من عمان تسأل تقول يعني هناك أناس يلبسون قفازات عند الأكل ما حكم ذلك أختي أمينة بارك الله فيك إذا كان هؤلاء يلبسون القفازات بسبب تقرحات أو أمراض جلدية مثلا بأيديهم ولا يريدون أن يتقذر الناس إذا أكلوا معهم على المائدة نعم هذا فعل صحيح هذا فعل صحيح فالذي عنده تقرحات بيده أو يعاني مشاكل جلدية مثلا في يده ولو جلس مع الناس يأكل معهم وخاصة إذا كان يأكل بيده مثلا يتقذرون الناس وربما صدهم عن الطعام فيلجأ إلى لبس القفازات هذا حسن بل هذا من الأداب أما إذا كان لبس القفازات حتى لا يعني يصل الطعام إلى يده مثلا فهذا ليس من أداب الطعام بل هذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من التواضع وأيضا من الحصول على بركة الطعام خاصة إذا أكل بيده فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بركة الطعام تكون بالتسمية وأيضا أن لا يأكل الإنسان ابتداء من أعلى الصحفة التي هي الإناء وكذلك أن يلعق يده إذا انتهى وأن لا يبقي شيئا في الإناء حتى قال وما تدرون بأيها البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا فعل الإنسان هذا هذا علامة على كبره وعلى عدم تواضعه وعلى أنه يعيش حالا من الترف والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر